عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عن السدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى عما يتساءلون عن ماذا يتساءلون أو يسألون قال النبي صلى الله عليه وآله قال ولاية علي يتساءلون عنها في قبورهم فلا يبقى ميت في شرق ولا في غرب ولا في بر ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت يقولون من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك المصدر إحقاق الحق الجزء الثالث وشواهد التنزيل في معاني سورة عما يتساءلون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الآية خمس وخمسون من سورة النور عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وقعت الخلافة من الله تعالى لثلاثة نفر لآدم في قوله تعالى إِنِّي جَاعِلُّكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ والخليفة الثاني هو داوود صلوات الله عليه حينما قال الله تعالى يا داوود أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم لَيُبَدِّلنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون المصدر شواهد التنزيل في شرح هذه الآية من سورة النور وإحقاق الحق في الجزء الثالث صفحة 484 وغيرها من المصادر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا روى علماء العامة أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعامة العرب فنذر علي صوم ثلاثة أيام فنذر علي صوم ثلاثة أيام وكذلك أمهما فاطمة عليها السلام وخادمتهم فضة لئن برآه فبرآه وليست عند آل محمد صلى الله عليه وآله قليل ولا كثير فاستقرض أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة أصوع من شعير وطحنت فاطمة منها صاعا فخبزته أقراصا لكل واحد قرص وصلى علي المغرب ثم أتى المنزل فوضع بين يديه للإفطار فأتاهم مسكين وسألهم فأعطاه كل منهم قوتة ومكثوا يومهم وليلهم لم يذوقوا شيئا ثم صاموا في اليوم الثاني فخبزت فاطمة صاعا آخر فلما قدمته بين أيديهم للإفطار أتاهم يتيم وسألهم القوت فتصدق كل منهم بقوته فلما كان اليوم الثالث من صومهم وقدم الطعام للإفطار أتاهم أسير وسألهم القوت فأعطاه كل منهم قوته ولم يذوقوا في الأيام الثلاثة سوى الماء فرآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الرابع وهم يرتعشون من الجوع وفاطمة عليه السلام قد التسق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عينها فقال النبي صلى الله عليه وآله واغوثاه يا الله أهل محمد يموتون جوعا فهبط جبرايل عليه السلام فقال خذ ما هنأك الله به في أهل بيتك فقال النبي وما آخذ يا جبرايل فأقرأه جبرايل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخر الآيات المصادر التي ذكرت هذا المعنى من مصادر إخواننا أهل السنة أسد الغابة في الجزء الخامس في الصفحة خمسمائة وثلاثين أسباب النزول للواحد في الصفحة ثلاثمائة وآحدة وثلاثين في الدر المنثور للسيوطي الجزء السادس صفحة مائتين وتسعون وتسعون روح المعاني للألوسي الجزء تاسع والعشرون في الصفحة خمسة عشر تفسير البيضاوي التفسير الكبير الجزء الثالث صفحة مائتين واربعون واربعون وغيرها من المصادر التي ذكرت هذا المعنى في أهل البيت عليهم السلام